مع دخولنا نهاية عمر جهاز البلاي ستيشن 4 وبداية حيات البلاي ستيشن 5 تشاركنا سوني بالجزء السابع من سلسلة ألعاب السباقات والمحاكاة جران تريزمو اللعبة تبدأ لنا بعرض دعائي نوعا ما طويل يستعرض لنا فيه لمحات من تطور تصنيع السيارات على مر الزمن وبعض اللحظات التاريخية للبشرية وكمان نشوف قائمة أسماء العاملين على اللعبة بوقت بدري منها بعد كذا نبدأ هذه الرحلة الضخمة للي يحبوا ألعاب السباقات وزي العادة حتكون وجهتنا أولا لسوق سيارات المستعمل ونشوف اللي نقدر نشتريه وحاليا بس ناخد سيارة يابانية صغيرة من بين ثلاث خيارات بعدها راح نقدر نزور المقهى واللي يوفر لنا المهمات اللي نقدر نخلصها وأولها هو أننا نحصل على باقي السيارات اليابانية اللي في الكتيب عن طريق دخول سباقات بمضامير محدودة وتفوز فيها بدل ما أنك تشتريها الآن صرنا نقدر على زيارة خيار السباقات العالمية واللي يسمح لنا أننا نشارك في السباقات بين القارات المختلفة وبالدول المختلفة بس بشكل محدود وعلينا نطور وحدة وحدة بنوعية السيارات اللي نجمعها ونفس الشي لرخص السواقل اللي من المستوى الأول وحتى رخصة السيارات الرياضية وعلينا هنا نجتاز جزء من الاختبارات عشان ناخذ الرخصة فمثلا تبدأ بشكل بسيط بأنك تتعلم على طريقة استخدام الفرامل بالوقت المناسب أو طريقة الإنعطاف المثالية جو المضامير وتتطور مع الوقت إلى ما توصل لتجربة السيارات السريع بشروطها الخاصة والتعامل الأصعب بالذات بالإنعطاف والوقت المناسب للفراملة فسرعة هذه السيارات هي تحدي قوي وتحتاج لإحترافية كبيرة للتعامل معها زي ما هو الحال في الواقع بعد ما نجيب السيارة اليابانية الثالثة راح نبدأ التطور التدريجي باللعبة عشان نحصل ثلاث سيارات أوروبية وبعد كذا نبدأ أننا ندخل السباقات اللي اشترت السيارات الرياضية ووقتها راح نشوف خيار جديد بشاشة القائمة وهو خيار التعديل نقدر هنا نعدل سياراتنا العادية بقطع خاصة عشان تصير قادرة أنها تدخل السباقات المخصوصة بالسيارات الرياضية لكن ما راح يكون بمنتهى السهولة في البداية بما أننا داخلين تحدي ضد سيارات مخصصة لهذا النوع من السباقات وهنا نخش في مرحلة تجميع النقاط والفلوس لشرى سيارات أقوى وأفضل عشان التطور باللعبة ونفتح خيارات أكثر اللعبة فيها واجهة مستخدم مرة قريبة من الجزء الرابع بفكرته وهذه هي جرانت ريزمو الكلاسيكية بكل مزاياها وفي بعض الأحيان عيوبها اللعبة تقدم لها الرسومات ممتازة في كثير من لحظاتها خصوصا خلال السباقات بالمنظور الداخلي للسيارة وهنا نشوف بعض المناظر الجميلة جدا ونفس الشيء لإعادات السباقات وبالذات من زاوية التصوير من وراء الراكب وفي الكثير من التفاصيل بالسيارات لكن في تفاوت بينها فبعض السيارات صار لها اهتمام أكبر من غيرها ونفس الشيء مع حلبات السباقات ففي منها اللي جدا جميل وفي منها اللي مش بذاك الجمال وراح تحس أن الأجواء فيه ميتة نوعا ما بسبب غياب الحياة للجماهير والأشجار وتفاصيل غيرها وفي بداية اللعبة رح يسألك إذا تبيت شغل تتبع الأشعة على حساب سرعة الإطارات أو لا واحدة من الحاجات اللي ما نالت أعجابي باللعبة هي تأثير الصدمات فيها فمهما كانت الصدمة قوية ما رح تلاقي إلا تأثير بسيط على شكل السيارة بمجرد مجموعة من الخدوش في الواقع هذا شيء معتاد مع السلسل اللي دائما تخلي السيارات تظهر بأفضل شكل ممكن اللعبة فيها دقة 4K بالرسوم وبسرعة 60 إطار ومميزات البلاي ستيشن 5 الثانية ليد التحكم الدول سينس اللي تخلينا نحس بالإهتسازات الكثيرة خصوصا عند المنعطفات بالنسبة للصوتيات فاللعبة تقدم معها كثير من الأغاني المرخصة وأصوات المحركات المميزة غير أنه فيه طور قصة باللعبة لكن ما رح يكون فيه تمثيل صوتي للشخصيات اللي فيها أو حتى المساعدين بشكل عام ويتطلب منك قراءة كل شيء من على الشاشة وزي العادة مع ألعاب جرانت ريزمو فيه درجة مختلفة من التحكم لكل سيارة وهذا الشيء تحترفه مع الوقت نفس الشيء مع اختيارك للسيارة الأفضل لكل حلبة سباق وصار فيه تعاقب الليل والنهار بالطرق وطبعا رح يكون فيه سباقات ليلية اللي فيه منتهى الجمال زي ما قلنا اللعبة فيها طور للقصة بعكس لعبة جي تي سبورت بس برضو تحتاج اللعبة اتصال بالإنترنت طول الوقت وكمان فيها نظام للمساعدة عشان تسهل عليك الأمور عن طريق توضيح أفضل طريق في الحلبة وإمكانية اختيار الفرامل الأوتوماتيكية وكمان من المساعدات إمكانية تعلمك الوقت الأنسب للضغط على الفرامل عند المنعطفات في آخر اليوم اللعبة لازالت محاكاة بصلبها ورح تعاقب اللاعبين كثير في حال مخالفة القواعد والخروج عن الحلبة اللي بالعادة ما يكون نهاية الطريق لك في حال كنت بسباق للمحترفين أو باختبارات الرخص اللعبة تقدم معاها طور لعب جديد وغير معتاد بالسلسلة اللي هي طور السباقات الموسيقية واللي تخوض فيه سباق وتسمع لموسيقى كلاسيكية وعليك تقطع أطول مسافة من السباق قبل ما تنتهي الموسيقى فيه ورح تحصل تقييم أفضل كل ما زادت مسافة تقدمك بالمضمار وهو فعلا طور مسلي جدا ونوعا ما قريب من تجربة أركادية بعالم جرانت ريزمو وبالتأكيد تغيير مرحب فيه اللعبة تيجي فيها كمية كبيرة جدا من السيارات وتقدر تدخل للقراج الخاص فيك وتشوف كل السيارات اللي جبتها وبعد تقدر تفحص كل سيارة من قريب وتشوف كل تفاصيله وأخيرا لعبة جرانت ريزمو 7 قدم لنا تجربة لعبة سباقات ومحاكام مليانة جدا بالمحتوى وشفنا عودة لكل أطوار اللعبة اللي حبيناها بالأجزاء الرئيسية اللي قبلها ورسوم رائعة جدا بالكثير من لحظاتها اللعبة بالتأكيد تستاهل الشرع لمحبين ألعاب السباقات الواقعية وأصحاب أجهزة البلاي ستيشن المنزلية اشتركوا في القناة